اشتركوا في القناة الله من امثالك لا شك ان هذه نعمة من الله عز وجل عليك ان توفق لبر والدك بعد وفاته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حفظ العهد من الايمان فبينك وبين ابيك عهد وعهود وبينك وبين ابيك وشائج هي اعظم الوشائج بعد التوحيد وحق الله عز وجل واذا وصلت اباك وزرت قبره وترحمت عليه وكنت دائما تذكر في دعواتك وفي مضان الاجابة في السجود وادبار الصلوات المكتوبات فان هذا كله يرفع الله به درجتك هذا هو البر وهو اصدق البر لان البر بعد الوفاة اقوى وابلغ ما يكون لان البر في الحياة قد يدخله العجب وقد يكون خوفا من الاب وقد يكون طلبا لمرضاته ولكن بعد وفاة الوالد والوالدة زيارة الانسان لقبر الوالدين وترحموا على الوالدين وكذر الذكر فضائلهما وذكر حسناتهم والكف عن سيئاتهم هذا كله من البر يوفق له الصالحون ويحرمه المحرومون فيحرص المسلم على ان لا ينسى والديه والذي يذكر والديه هذا دليل على وفائه وصدقه وحفظه للعهد ومن اللؤم نسيان الفضل فأهل الفضل لا ينسون الفضل فأكثر من الترحم على والديك وذكرهما واستمر على هذا من زيارتك لأبيك لأن زيارة القبر للوالدين أبلغ في التأثر وأبلغ في الدعاء بحضور قلب أن الإنسان يتذكر والديه ويتذكر من الذي في داخل القبر من والد طالما رباه وطالما أحسن إليه يتذكر ذلك الجسد الذي طالما ظني وتعب وشقي من أجل أن يسعده ويتذكر هذا الأب الذي رباه على مكارم الأخلاق ومحاسنها ولو كان شديدا ولو كان فضا فإنه يسامح وهو يدعو له بالرحمة ويسأل الله عز وجل أن يفسح له في القبر وأن يتجاوز عنه ويتذكر هذه الأمة الحنون التي طالما ربت وطالما أحسنت وطالما أكرمت فيدعو الله عز وجل بالصدق ثم إنه يعتبر في حال هذه الدنيا كيف كان بالأمس تحت والديه والآن والداه تحت الثرى تحته فهذا كله يهز القلوب ويذكرها بالله عز وجل ويجعلها تحتقر الدنيا وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة فإنك إذا زرت الحبيب والعزيز عليك الذي كان بالأمس بين يديك فطالما نظرت إليه وطالما هش في وجهك وبش خاصة الوالدان الذين طالما أكرماك وأحسنا إليك فإذا فجعت بهما ورأيتهما تحت الثرى فإن هذا يحرك القلب إلى الصدق في سؤال الله عز وجل ودعائه والتضرع إليه أن الله يرحمهما ويتجاوز عنهما وإذا دعا الولد والديه فالغالب أنه يصدق في دعائه وأما قولك هل يجب استقبال القبلة هل الجواب لا يجب استقبال القبلة في الزيارة غير استقبال القبلة بعد الدفن في الزيارة ثبت فيها حديث عائشة رضي الله عنها أنه استقبل القبلة ورفع كفة حينما زار قبور أهل البقيع صلوات الله وسلام عليه في جوف الليل وأنه استقبل القبلة وقام قياما طويلا صلوات الله وسلامه عليه يضرع إلى ربه ولذلك قال إن هذه القبور مملوعة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم فهذا يدل على أنه ينبغي للمسلمين أن يذكروا إخوانهم الأموات وأن القبور مملوعة ظلمة على أهل القبور وأنهم بحاجة إلى دعائهم فشرع للأمة صلوات الله وسلام عن الزيارة بعد الموت وبعد الدفن وللوالدين أحق وأوجب وأما بالنسبة لسؤالك هل يجب استقبال القبلة؟ السؤال الثاني هل يجب استقبال القبلة؟ ما أفضل الدعاء؟ أفضل الدعاء أن تسأل الله عز وجل أن يزحزحهما عن النار وأن يدخلهم الجنة فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدهما من النار وما أسعدك إذا دعوت لوالديك واستجاب الله دعائك فكتب الله النجاة والسلامة لوالديك من النار ما أسعدك بوالديك وما أسعد والدك بك هذه أمور يجد فيها الإنسان ويجتهد أما الغفلة ونسيان الحق هذا لا خير فيه يسعى الإنسان في بره لوالدين يقدم لهم أعز ما يستطيع وأعز شيء تقدمه لهما ما يكون به الفوز العظيم وهو النجاة من النار والفوز بالجنة ولذلك قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فإذا دعوت لوالديك بهذه الدعوة فقد دعوت لهما بالفوز العظيم فتقول اللهم مرحمهما اللهم زحزحما عن النار وأدخلهم الجنة كذلك أيضا تدعو لوالديك أن يعيدهم الله من عذاب القبر لأنهما في أمر عظيم الله يعلم ما هو حال الوالدين الآن فهما محتاجان إلى دعوة فأحوج ما يكونان إليك الآن أن تذكرهما وقد تكون وأنت في صلاتك أو في مضان الإجابة تقول اللهم ارحم والدي تقولها كلمة يسيرة لكن ما تعلم مقدار هذه الكلمة وكم يكون منها من الخير لوالديك وقد تصادف عذابا وقد تصادف بلاء فتقول اللهم ارحمهما فيخفف عنهما أو يزال عنهما العذاب فتسأل الله لوالديك الرحمة أن يعيدهما من عذاب القبر أن أمر القبر أمره عظيم وتسأل الله عز وجل أن يعيدهما من الحساب ومؤونة الحساب وهناك أمران مهمان في الميت أن يسلمه الله من حقه وأن يسلمه الله من حقوق العباد فاسأل ربك أن يخلص والديك من حقوق الله كالصلوات والزكوات والصيام والحج والعمرة وتسأل الله أن يسامح والديك في ذلك وتضرع إلى الله وتقول رب يرحم ضعفهما ورحم مصيرهما إليك اللهم لا تعذبهما بحق فيما بينهما وبينك وتضرع إلى الله وتكون شفيعا لأن الله يحب منك هذا إنه كان للأوابين غفورا ذكر هذه الآية بعد ذكره للبر قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين أين علم في نفوسكم أنكم تحبون الوالدين وأنكم تريدون بر الوالدين ولكن الإنسان بشر ضعيف لا يستطيع أن يملك لوالديه نفعا ولا ضرع فيكون في قرارة قلبه يتمنى لوالديه كل خير ولكن لا يستطيع أن يبلغ ذلك لكن الله يبلغه بنيته ولذلك قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا فتسأل الله لوالديك أن يعيدهما من حقه العظيم فالصلوات والزكوات تسأل الله أن يسامحهما أن يتجاوز عنهما في كل صلاة وفي كل زكاة وفي كل حق من حقوق الله عز وجل ضيعاه أو قصرا فيه أو منعاه وتسأل الله عز وجل في حقوق العباد أن يخلصهما من حقوق العباد وتضرع إلى الله وتستعيذ بالله أن يعذب بحق أو مظلمة وتسأل الله أن يتحمل عنهم حقوق العباد وتضرع إلى الله أن يبلغهما الجنة بلا سبق حساب ولا عذاب ولا عتاب ونحو ذلك من المسائل لا يزال البار الرضي في بره يضرع إلى ربه في بر الوالدين حتى يكون أسعد ولد بوالدين لا يزال البار بر الوالدين بين عينيه قائما وقاعدا لأنه ليس هناك قربة بعد توحيد الله والقيام بحقه مثل بر الوالدين فإذا بردت والديك أحياء وأموات أحياء قدمت ما تستطيع وأمواتا بعد موتهما ما تنساهما تذكرهما في دعواتك وفي مضان الإجابة وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في هذه المسائل ثم تسأل الله لهم علوة درجة للجنة وتسأل الله عز وجل أن يضاعف لهم الأجر وأن يتقبل منهم وأن يجبر كسرهم وكل هذا من الأمور الطيبة الحميدة التي سترى بركتها وخيرها وبرها لا يزال البار في بره تفتح في وجهه يا أبواب الرحمة ولن تجد بارا يشقى ببره أبدا البر لا يوفق له إلا السعداء الأطقياء الرحماء والراحمون يرحمهم الله فكيف إذا كانت الرحمة بأولى الناس برحمتك وهم الوالدان فتجد وتجتهد وتستمر على ما أنت عليه من الدعاء للوالدين والاستغفار لهما والترحم عليهما كذلك أيضا الصدق عن الوالدين تتصدق عليهما بالصدقات على قدر ما تملك وقدر ما تستطيع وقد يكون عند الإنسان ريال واحد لا يملك غيره فيتصدق به على والديه فيجعل الله أجر هذه الريال يبلغ مئات الألوف وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول سبق درهم مئة درهم اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت ورب كل شيء ومليكه وإله الأولين والآخرين فاطر السماوات والأرض يا رحم الرحمين نسأل بك أن ترحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم ارحم ما رحمة لا عذاب بعدها أبدا اللهم ارحم ما رحمة لا عذاب بعدها أبدا اللهم ارحم أحياؤهم والطف بهم ويسر أمورهم وشرح صدورهم وشي مرضاهم وأحسن خاتمتهم وسدد أقوالهم وأعمالهم واجزهم عنا خير ما جزيت والدين عن ولد اللهم ارحم الأموات منهم اللهم نور عليهم قبورهم وأفسح لهم فيها نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلاء لا إله إلا أنت أن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنان وأن تروح عليهم بالروح والروحات وأن تعيننا على برهم يا كريب يا رحمن اللهم أنت الله البر لا إله إلا أنت أريتنا برحمتك عظيم الرحمة لوالدينا أحياء أريتنا برك بهم وإحسانك إليهم ونطفك بهم يا إله الأولين والآخرين كما رحمتهم في حياتهم فرحمهم في قبورهم اللهم آنس وحشتهم اللهم آنس وحشتهم ونفس قربتهم نعوذ بوجهك العظيم أن يعذبوا نعوذ بوجهك العظيم أن يعذبوا أو يرهنوا بالحقوق إله الأولين أو يستوحشوا اللهم ارحم ضعفهم اللهم ارحم ضعفهم واجمر كسرهم اللهم ارفع درجاتهم في الجنات يا أرحم الراحمين وأوجب لهم عظيم الرحمات يا أكرم الأكرمين اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدين عن ولد ضاعف لهم الأجور والطف بهم في القبور وآمنهم يوم البعث والنشور وأحسن عاقبتنا وقع عاقبتهم يا رحيم يا حليم يا غفور اللهم اجمعنا بهم في جنان النعيم وأنزلنا وإياهم منازلة الرضا والتكريم لا إله إلا أنت الحليم الرحيم العظيم بالمشارنة